بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتوقع الله في الفيديو رقم خمستاش واللي هو يتضمن حل مسائل باش نوضحوا بها الافكار متاع الديفرينشيال لينث وديفرينشيال سيرفس. معني مثلا تقول او يوز ديفرينشيال لينث اللي هو الديل توفاين يعني باستخدام الكونسيبت متاع الديل نبيك تحسب لي طول اي كيرف توا انتم حاليا بعد اخدكم لي الديل والدي اس والدي في المفروض تبدو عارفين كيف تحسبوا الاطوال متاع الكيرفز المساحات متاع اشكال سواء كانت منطضمة او غير منطضمة اه الحجوم متاع الاشكال سواء كانت منطضمة او غير منطضمة وهذه فايدة كبيرة جدا 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 جدا. فنجو هنا عندي كيرف هنا يا راحنا معاي معرف بان رو تساوي عشرة والفاي هادي من خمسة واربعين الى عند التسعين والزد فيه بصفر لو نبي نرسمها انا مش من مطلوب مني نرسمها توا لكن غير حبيت اني نوضحوا لكم باش تتخيلوه قولوا مثلا هذا اكس هذا واي وهذا زد اه الزد اندي فيه صفر او كي وعندي الرو خيرها مقدارها عشرة اللي هو نص القطر ما تقولوا متا هي هادي العشرة كويسو هادي هي العشرة وزد بصفر انا ندير خط بنقه تيكي بالشكل هذا نكمل به يعني دايرة بالشكل هذا احنا شنة دايرة هادي شن عندي منها عندي منها راهو انه الفاي هادي من الخمسة واربعين الى عند التسعين يعني معناها هنين نتكلم عنه هو انه هنا خمسة واربعين درجة الفاي وهنا تسعين درجة لانه هذه زاوية قايمة معناها هنين نبيه طوله هو هذا هو الل اللي يعني نبيه ندور فيه كويسو او كي طبعا لاش انا زد زير ورسمت اللوطة لان ازد بي صفر سهل جدا كيف تعرفها من غير حتى ما تشوف الرسمة انت دور على البعد اللي متغير قلنا بالنسبة للدي ال تدور على البعد المتغير لما تبي تحسب الدي اس دور على البعد التابت مشى الى هنا نبقوا البعد المتغير اللي هو اللي هو اللي هو والفاي و동ه والفاي ليه البعد التاني في الاحداثيات الآي الصيوانية هنا هنقولوا ان الدي ال هدي يساوي رو في الغين طبعا في اتجاه ال TL او نبيه هذا راني لكن مجرد اني نبي نحسب الطول وتوب منها l هذا شين اليساوي التكامل متعدد دل التكامل طولي متعدد لي هو تكامل من منين لمنين اللي هو رو في الدي فاي والفي منين لمنين تتغير من الخمسة عربين إلى تسعين لكن وحدة قياس الزاوية فالنظام العالمي للوحدات اللي هي الراد معناه من باي على اربعة إلى عند باي على اثنين اوكي وبالتالي معنا هنقوله الرو هذي قداش مقدارها مقدار تابت اللي هي مقدارها عشرة شمالทئرين اوكي عرب بالتالي معناها warm 지وات عليها من باي على اربع الى عند باي على اثنين فتهجل الرو دفي ان تمكن الارسيente صور في كمان الدفي기 organisations يbilirعونها لدينا ثانية تداخل الرو ح Bailey Be by Z وعندنا مجرد واجرة باي على اربعات التالي معناه تقضي الروح بي على اربعات مو огр ERP بالشكل هذا طبعا يحدة طول طبعا هذا الوحدة وحت consum Elie الخاصة بالمتر أشبع البيهن هذي كان هذا بالمتر هذا بالمتر لكن هذا بالسنتيمتر معنى هذا بالسنتيمتر يعني حسب بهد نجوه هنا للمسألة الثانية عندنا الار باثنين والتيتا بيبايع لستة والفاي اللي هي من الزيرو إلى عند الثانين فشن هو البعد اللي تغير بالنسبة لنا توا اللي هو من الفاي من الزيرو إلى عند الثانين أوكي معناها الفاي هي البعد الثالث معناها حنقوله ان د ال اللي هي آر ساين تيتا في الدي في بنشيكل هذا معناها حنقوله ان الى اللي يبارا عن تكامل الدي ال واللي هو هيساوي تكامل الار في ساين تيتا في الدي في و عندك هناية التكامل الفاي من منين لمنين من زيرو إلى عند الستين الستين طبعا تحولها للراد هتبدأ باي على ثلاتة عتم نذكركم بالتحويلة من الراد للدقي إن الراد هذا يساوي قيمة الدقري مضروب في البي على 180 لأن البي في الراد تناظر 180 في الدقري فهذه يراه ما تنسوهاش تمام فقيمة الار تابتا هي ب2 تطلع بره التكامل أو 2 وسين تيتا اللي هي سين باي على 6 اللي هي 30 سين 30 يعطي نص وعن هنطلعوه البره بنص وعندك تكامل من زيره إلى عند البي على 3 لدي في مناحة يعطي هذا يمشي هذا مناحة يعطي ناتج باي على 3 بالشكل هذا طبعا جو ناخدو مسألة تانية بعدها نوضحوا بها الرؤية عندي هنا في كونستنت R باربعة لكن التيتا هي اللي متغيرة واللي هي البعد التاني في الاحداثيات الكروية معناها هنقوله إن الديل هادي تساوي R في الدي تيتا طبعا في اتجاه الـ A تيتا لو نباها هذا فيكتور معناها هنقوله إن الديل لما نكاملوها حطعتي الـ L يعني الـ L عبارة عن تكامل الديل هي تكامل الـ R في الدي تيتا والـ R اللي هي مقدار تابت كويسو اللي هي مقدارها 4 والتكامل من باي على 3 إلى عند باي على 2 معناها تطلع بره التكامل الـ R 4 تكامل من باي على 3 إلى عند الباي على 2 معناها هنقوله إن الـ L تساوي عندك هذا أربعة وهذا ستة وهناي تلاتة باي ناقص تنين باي طبعا نجولي اللي بعضه calculate the following surfaces using differential surface area يعني إحناي طبعا نحسبه مساحات لأشكال باستخدام المفهوم متاع الـ DS قلنا المفهوم ديس أبعا حندوره على البعد اللي هو تابت لاحظوا معايا إنه هنايا في الحالات متاع الـ DL اللي فاتت حتلقى في زوز تابتات وحاجة بس متغيرة باش نحسبه الكيرف لأنه لما تتغير بعد واحد معناها تقدر تحسب اللي أنت متاعه لكن بالنسبة للكونسبت متاع الـ DS دور على البعد التابت اللي هو معناه بالنسبة لهنايا الـ FI تغيرت والزدة تغيرت لك أن الـ RHO هي اللي تابتة والـ RHO هي البعد الأول يعني وكأنك تحسب في الـ DS1 اللي هي قلناها شنساوي H2 H3 DU2 DU3 طبعا نقول لو تبي هذا فيكتور بتقول في اتجاه الـ A1 تمام فمعناها هنا إن الـ DS هي بالنسبة له توا لأن الـ RHO constant فأنا سنقوله RHO هذا H2 و H3 اللي هي واحد دي و 2 اللي هي دي فاي و دي و 3 اللي هي دي زد بالشكلية هذه وقداش مقدارها الـ RHO رأي تابتة مقدارها 2 أوكي معناه حنقوله إنه S تكامل السطحي لدي S معنا حيكون تكامل السطحي لـ RHO في الـ DFI في الـ DZ عندك بالنسبة لـ FI هذه تتغير من عند الـ BI على 3 إلى عند الـ BI على 2 كما هو موضح وعندنا الزد هذه تتغير من الزيرو إلى عند الـ 5 الـ RHO هذه لأن التكامل بالنسبة للـ FI و بالنسبة للـ Z فالـ RHO غير مرغوب فيها إذا كانت تابتة بنطلعها بره التكامل وإذا كانت مش تابتة ما نجيبه معادلتها وعلاقتها بالـ FI والزد ما إحنا بالنسبة لنا قاعدين في الأساس فهنا هي تابتة فنطلعها هذه البره 2 عندنا تكامل الـ DFI من BI على 3 إلى BI عليه 2 وعندنا تكامل من الزيرو إلى عند الخمسة لدي يزد بالشكل هذا وأنا سنقوله أن الـ S اللي هي الـ Area مثلا ما هي 2 مضروبة في ناتج تكامل هذا اللي هو باي على 2 ناقص باي على 3 أو كي تمام هو مضروب في الخمسة بالشكل هذا فمعناها سنقوله هذا 10 يعطيه 10 وعندك هادم هنا هي 6 وهنا هي 3 باي ناقص 2 باي اللي هو باي فمعناها 5 على 3 باي طبعا وحدة مربعة هتكون يا متر مربع وسنتيمتر مربع أو غيرها إن شاء الله موفقين